وقال ربكم ادعوني أستجب لكم فنتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من مجابئة دعوة يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزة نسألك نصرا عزيزة نسألك نصرا عزيزة نسألك فتحا مبينا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما نسألك عزا عظيما نسألك عزا عظيما يا من بيده يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخر اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا ليس لها من دون الله كاشفا اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم